ومع ركوب العرب البحار وتعدد رحلاتهم البحرية في المحيط الهندي والبحر المتوسط توصلوا لاختراع الابرة المغناطيسية البصلة والتي كانت فتحا في تاريخ البشرية وذلك بحك الابرة على المغناطيس ثم وضعها فوق انهاء فيه ماء بحيث تطفو على عودين صغيرين من الخشب فتتجه نحو الشمال ثم جاء العالم البحاري ابن ماجد فاخترع اول ابرة جهلسة على سن لكي تتحرك حركة حرة دون الحاجة الى وعاء الماء مرادف كثرة جمع البحر مضاط مقيدة مفرد الابرة اسما موصولا حرف جر كلمة بها ألف وصل كلمة أصلها ركبة فعلا ماضي مرادف كثرة الكثرة يعني الوفرة جمع البحر البحار مضاط مقيدة طليقة مفرد الابرة اسما موصولا الذي أو التي هنا التي والتي تعود على الابرة المغناطيسية حرف جر فيه كلمة بها ألف وصل كلمة الأصلها ركب ركوب ركب ركوب ويركب فعلا ماضيا نحن نرجع الاسم الفعل الى أصله وأصله بيكون ثلاث كلمات أصل الفعل بيكون ثلاث كلمات على وزن فعلا 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 ركب أكال أكال فعلا فعلا يبقى ثلاث كلمات بس هي أصله أي فعل في اللغة العربية ويرجعه بيكون فائل كلمة وعين الكلمة ولام الكلمة يعني فائل فعلا على وزن فعلا ركب على وزن فعلا فيكون الاسم منها ركوب فعلا ماضيا وضع ثم وضعها وضعها طلب المعلم من التلاميذ عمل مشروع لكنه قرر أن يكون موعد تسليم المشروع في آخر الحصة إن زعك التلاميذ كيف يمكنهم إنهاء مشروع كامل في هذا الوقت القصير فقر طارق قليلا وقال لأصدقائه نستطيع أن إذا تكاتفنا فبسواعدنا جميعا نستطيع أن ننجز المهمة وبالفعل يوزع تلاميذ المهام عليهم جميعا وتم المشروع في وقت محد مراد في السواعد هاي العقول ولا الأيدي والأجساد السواعد يعني الأيدي مضد زعك حب ولا تأمل ورتاح جمع مشروع مشاريع 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 أحداث الفكرة كانت في المدرسة بالتعاون نستطيع إنجاز المهم بشكل أسرع ده أكيد لم يقصد المعلم أن يعلم التلاميذ أهمية التعاون لا خطأ الوطنية الشجاعة عالية محمد بكر أنقذت 30 ألف كتاب من لهب الحرب ولت 1952 في البصرة بالعراقي حصلت على ضداجتها العلمة في علوم المكتبات عملت بمنصب أنينة المكتبة المركزية في البصرة وفي أثناء الحرب خافت على الكتب فعملت بعزمن على حماية تاريخ وطنها وطراث أهمتها فنقلت الكتب إلى بيتها حتى امتلأ ثم انضم إليها أبناء المنطقة في مهمة وطنية عاجلة إنقاذ كتب العراق أرى أنها بطلة انتلكت محبة الوطن رحلت وبكى أثرها تاريكة من قصة إلهام وبطولة لأكبر مهمة إنقاذ للتاريخ مراد في عزم إرادة ولا نشاط ولا سرعة إرادة مضاد إنقاذ إحسان ولا إهلاك ولا إفشال إهلاك جمع أمة أمناء ولا أمراء ولا أمم أمم أرادت عليها أغذي الكتب لتبيح حلقة طبعاً أنت عايز تحفظ عليها المبادرة واتخاذ الخطوة تشجع الآخرين عن الاشتراك بالإيجابية طبعاً بلا أحد بيبادر بروح قدمت عالية مثالاً للسيدة العربية المحبة لعملها وأوضنها أجازتنا الصيفية لهذا العام كانت مختلفة ففي كل عام يدور نقاش أين سنقضي أجازتنا ونظل في خلاف لأيام ولكن هذا العام اتفقنا أننا لن نتجادل ونضيع وقتنا في الخلاف وسنحاول وصول إلى حل وسط يرد الجميع بالفعل عندما عرض أبي علينا الأماكن التي نستطيع السفر إليها لنختار من بينها تشاورنا ثم قمنا بالتصويت وبفعل استفرنا إلى المكان الذي كان له أغلبية الأصواب على أن يكون المكان الآخر هو وجاتنا العام المقبل وكنا جميعاً سعداء بالأجازة فكلنا رابحوا مراد في النقاش الكلام ولا الجدال ولا الشجار مراد في النقاش الجدال مضاد رابحوا غاضبون ولا معطلون ولا خاسرون بخلاف مغلقة متفق الأبناء عن الجدال حتى يصلوا إلى حل الحل وسط جعل كل الأبناء رابحين سفر أبناء المكان الذي اختاره الأب اتفق أبناء عن الجدال حتى يصلوا الرابحين الحل وسط جعل كل أبناء رابحين سافر الأبناء المكان الذي اختاره الأب Absolutely كما أننا نت bagih وصل عمي بالأمس من السفر فقد كان مهاجرا إلى بلج أجنبي سمعت الحوار الذي دار بينه وبين أبي حول رغبته في إنشاء مشروع ليعمل به الكثير من الشباب المصري سألت عمي متعجبا لماذا تفعل ذلك؟ أجاب عمي يا بني لابد من تعرف حقوقك وواجباتك فأنا قد نجأت وتعلمت في صغري في هذا البلد وحملت جنسيته معي في كل مكان والآن حان دوري لأقوم مواجبي وأرد الجميلة لبلدي معنى دار درى حوار يعني جرى حوار مضاد حق حق يعني باطل مضاد حق باطل اسما علامته اللي قال السفر عاش العمو في مصرة ولا عمري ولا ميواضي لأغلط السفر بره من واجب المواطن أن يرد الجميل لبلديه هذا صحيح من حقوق المواطن للتعليم والجنسية نعم صحيح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة